من جديد تعود المحادثات بين فرقاء اليمن إلى العاصمة الأردنية عمان استكمالاً للمباحثات التي عقدت قبل أسابيع قليلة والتي ركزت على اتفاق الأسرى الذي يحتاج إلى مزيد من الحوار نظراً إلى حجمه الكبير وتفاصيله المعقدة وفد الحكومة والحوثيين الذين يجتمعون برعاية أممية وبمشاركة ستستكمل في جولتها الثانية بحث الملف المتعلق بالأسرى إضافة إلى قضايا أخرى كنزع السلاح والمناطق الإنسانية وإيصال المساعدات لها نحن الآن بالصدد أن نلتقع مع الطرف الآخر ثم سنلتقي قدمنا الرؤانا في هذا الموضوع فهذا اللقاء محوري إذا اتفقنا على قائمة فهي ستكون القائمة التي ستمشي كدفع أولى العوائق هي تكمن في أمرين الأمر الأول من هم مشمولين بالقرار الأممي وهذا الذي نأخذ ونعطي فيه في هذه القضية والعائق الثاني وهي الأعداد وهذه أظن أن ربما نتجاوزها إلى حد كبير عدا عن ذلك فإن الوفد الحكومي يأتي لهذه المحادثات الجديدة حاملاً ملفات يصر وفق المراقبين على مناقشتها كالمفقودين وضحايا الحرب حيث أعلن الوفد المشارك في المحادثات الماضية عن تشكيل لجان متخصصة لحصر أعداد المفقودين والضحايا هذه المفاوضات هي عبارة عن ملاحظات عن كل طرف قدمها من الطرف الآخر عن قوائمه بمعنى أن كل طرف يريد أن يتحقق من الأسماء التي قدمت له وأن يقر بوجودها حسب ما سمعنا حتى الآن بأنه لا زالت الفجوة كبيرة بين الأسماء التي يدعي كل طرف بأن لديه الأسرى لديه الطرف الآخر وبالتالي لا زالت المشكلة يبدو على حالها محادثات يمنية جديدة بنكهة أردنية ينتظر منها الشارع اليمني وفق مراقبين التوصل إلى اتفاق ينهي ملفات إنسانية طال انتظارها ولعل أهمها الإفراج عن آلاف الأشخاص القابعين بالمعتقلات لدى طرفي النزاع منذ نحو أربع سنوات مجددا وإلى عمان عادت لجان الأسرى والمعتقلين اليمنيين وبحضور أممي ليكون ملف الأسرى العنوان الرئيسي لهذه المباحثات التي تعتبر مقدمة لحل إنساني وسياسي للأزمة اليمنية محمد عبيدات لقناة الأردن اليوم عمان